نشوف أهالي النجف شن ردت فعلم هم الأقرب لمركز الحنانة وهناك يشوفون الوضع خلي نشوف مراسلنا سواءنا ستطلع هناك ونرجع طبعا هذا التغريدة لسماحة السيد هي أساسا موجودة أساسا موجودة في النفوس وفي الروح المشروع لكن آن الأوان لأنه تطلع للعلن وتصير موضع نحن كبنياء المرصوص السيد سمعت السيد قد دام عزه كان بأنه البنياء المرصوص ما حد بحدود معينة ولا طافة كان يشمل كل العراقين كل العراقين يسمحونهم بالدخول بالبنياء المرصوص هذا يأكد على أنه المشروع مشروع وطني شيعي لا خل خطوط حمراء ولا أي موانع الكل مشمولين كل التجاهات كل الطوائف كل الكتل فهذا الأساس من أده الآن السيد بأنه لازم لازم أو يعني كأنه يكون هذا المشروع وطني عراقي ما مختص بالصدريين إنقاذ العراق لكل عراقيين كل عراقيين يستاهمون بهذا المشروع لإنقاذ العراق أما الدخول بعملية سياسية أو غير سياسية أهم شيء بأنه تتهيأ النفوس بأنه تستقبل هذا الأمر السياسة مو مهمة عد سماحة السيد بقد ما يهم الوطن زين والدليل كلام بالخيمة الخضراء قال خيروني بين اثنتين لو تنسحب من الخضراء لو نسفق دماء العراقيين الدليل ثورة الإصلاح 2016 وثورة عاشورة وثورة تشرين مو بعيدة عنه فهذول السياسيين الملعونين يعني يسفكون دماء العراقيين بدم بارد وما يهمهم أي شي بس السلطة وبس البوق أريد أحكيها بالعامية ناس حرامية وما يفيدوا إياهم بس مقتدى الصدر لقاء السيد القائد مقتدى الصدر بالسيد السستاني هذا اللقاء أنا شوفه ويجهة نظري لقاء جدا مهم هذا اللقاء سبق هذا الاسم اللي هو الوطني التيار الوطني هذا اللقاء هو بحث عن عدد أمور يعني هذا المسمى ما أتى من فراغ تفهم الفكرة شلون ما أتى من فراغ هذا الاسم فالسيد إجا بقوة للشارع وأنا أشوف أنه بعد أيام أنه السيد القائد رح ينتصر على الفاسد إذن دكتور هذه آراء الشباب من النجف شباب ناقم على العملية السياسية شباب يعرف أنه هناك فساد في الحكومات المتعاقبة ويرون بعودة السيد مقتدى تحت هذا المسمى أمل ربما ليس فقط للتيار وإنما يجمع مثل ما قال أحد المتحدثين أنه مثل البنيان المرصوص ما شمل التيار الصدري فقط أو الشيعة شمل الجميع